السلام عليكم ورحمة الله أعضاء منتجد FxArabia هنشرح في الفيديو ده ازاي نحط الأكسبرت أدفايزر بتاعنا في المنصة ونشغله ونعمله بكتست اول حاجة أنا عندي الأكسبرت اهو اسمه FxArabia لو عايز احط في المنصة بتاعتي اسهل طريقة هقف على ايقونة المنصة ودوس كليب كيمين روبيرتز بعد انها هون نفايند تارجت وفوندس سيفن هتلاقيها اسمها Open File Location هندوس عليها هيفتح لي الفولدر بتاع الاكسبرت بتاع البرنامي بتاعي هاختار اكسبرت وبعدين ااخد الاكسبرت بتاعي سواء كوبا او كب وهاجه هنا هعمله باست طيب انا لو عندي الاكسبرت اه لو عندي مثلا ده انديكاتور مش اكسبرت اطباع نفس الخطوات بس بعد المدخل على فولدر الاكسبرتز هاختار مجلة الانديكاتورز و هعمل بيستر هبتل شغل البرنامي بتاعي بعدها هفتح الناديكاتور باعتي الاكسبرت هلاقي الاكسبرت بتاعي اف اكس نزل طيب انا لو حبيت اعمل باك تست الاكسبرت هعمل اتنين ايام الاكسبرت وهو على الشرط هدوس علي تلك كيمية اكسبرت ادفايزر استر نخر هتستيح لي المنازل اما فوء انا عندي علامة او الزوك الذي افضح من هنا عندي ادفايزر اول حاجة يعني اتأكد من الشروط كل تيك كل حركة سعرية والتي تحتها هتبقى كل على اغنقات الشموع بس ما عندي احسن حاجة اول اختيار اللي هو افري تيك بيبقى دقة حاجة فيه البرود اللي هنا باختار التايم فريم بتاعي لو علمت على يوز ديت كده انا بحدد له تاريخ معين من الفترة كذا من الفترة كذا هي دي اللي تعملي عليها البيك تاست او الاختبار بتاعي البيجول مود لو علمتها هيفتح لي شارت وهو بيعمل باك تاست هيبتدي يجيب لي حركة السعر وشوف الـ Expert هيتعامل ازاي مع الشارت قدامه هنا وقدر اضبط الاعدادات بتاع الـ Expert فهو كده بيحمل البيانات التاريخية بعد اما يخنص خالص ويوصل الى الاخر هيا هيبدأ التستبعات هوا هوا ازاي مع الشارت ازاي مع الشارت هنا هوا كده البيك تاست اضبط عندي من هنا اقدر اتحكم في سرعة ال back test اوطقه او اسرعه ومن هنا اقدر اوقف ال back test بتاعي اعمله اقف معقد ارجع شغاله تاني يعني هنا اوقفته لو عايز ارجع شغال معينة وبعد كده مشغله تاني stop بتخليين اوقف ال back test قبل ما يكمل طبعا بعد ما ال back test اخلص هنا بتجيلي النتائج اذا كان فتح صفقات بيع ولا شرع والنتيجاتها كانت ايه هنا بيجيلي رسم بياني لحركة الاكسبرت او يعني هو عمل ربح قدية خسارة قدية في مدة قدية وهذا ال report بيديني بيانات زي drawdown ودي اهم حاجة بتهم اللي بيعوا ال back test انه هو اللي بص على ال draw ده هنا والجورنال دي اللي بتظهر فيها لو فيه اخطاء حصلت والاكسبرت شغال بتظهر لي هنا هتبتدي اعرف ودي كانت ابسط طريقة تحميل اكسبرت على المنصة وتشغيله وعمل بك تستعليم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة